مساء الخير او صباح الخير يا برج الاسد حسب الوقت اللي هتشوفني فيه ان شاء الله. ازي احوالك يا برج الاسد يا رب تكون دايما بخير وبسعادة دايما. احوالك اي انا شايفك اهو دفول يعني من غير اي حاجة انت سعيد. ومنطلق كده وحياتك جميلة ممكن تكون مش في علاقة عاطفية. اه ممكن تكون لوحدك هذه الفترة. اه ممكن تكون برضو خارق لسه خارج من علاقة او بادئ علاقة. خلينا هنشوف برضو اللي وراك. انت وراك الفور اف بنتاكيلز والنايت اف سورس. في حد آآ متابعك وبصص عليك من بيد على فكرة برج الحمل وانت واقف على الصخرة كده وبصص للشمس والهوى والمية. في حد متابعك ممكن وبصص عليك وآآ ده مش بصص عليك بس ده ده متمسك بيك كمان. وممكن تكون انت مش عايز آآ تخش معه في علاقة او انك عايز تبدأ مع علاقة. ده اللي هنشوفه. دلوقتي. طب خلينا نشوف طيب لو انت ممكن تكون في بداية جديدة يعني. ممكن. خلينا نشوف طيب آآ مشاعر الحبيب. شايفك ازاي اه مش بقولك بصص عليك. اه بصص عليك وهو فعلا شايفك نجمة. برج الاسد بجد من الابراج اللي لما بعملها قراءة لازم يطلع فيها ستار. ليه معرفش. طبعا انت ستار. بس انت معقول يعني ايه حد يشوفك كده اللي هو واو. ده مش ده ده بناء دم معانا. طيب لو زعلان منك زعلان ليه او متدايق مسلا. شايف العلاقة ازاي? ده بقى بص ده معجب معجب بيك ما بقولك بصص عليك وانت بص ويفعل صخرة. انت شكلك كده بتبهر الناس. الا ايام دي. بص احنا في الشتا ووقف جنب النهر ولا همك ولا همك. متك تكيني انا وانت ولا همك. اه ممكن تكون واحدة وانت واحدة واجزابة اوي 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 وهزا الشخص معجب بيك اوي. طيب اه نيته الداخلية وما يزهره. وهزا الشخص عامل ايه في حياته? طيب هوا مبدئيا انت شكلك مش في علاقة ممكن يكون ده اعجاب ممكن حد اعجاب او شخص بيكلمك دلوقتي ولكن بيلمحلك من بعيد انه معجب بيك. القراءة دي يكون ممتعة لحد ما يعني. طيب اه مبدئيا هزا الشخص مشاعره اين? الكوين اوف بانتكلز. اه ممكن نقول انه هو ما سدى لك. ومشاعره مسكها في ايده كده عايزي يسلمها لك نفسه يدي لك المشاعر دي. اه ممكن تكون بتتعامل مع حد برج اه ترابي. اه ممكن تكون برج حمل بتتعامل معي. انه عندي هنا يعني تفتقد برج الحمل اصلا. اه دلو وكمان ايه تاني وميزان مسلا. اه برضو ده برج الحود زين جيتمان برج الحود برضو. طيب اه كوين اوف بانتكلز. اه هزا الشخص بيحبك على فكرة. ولكن حب بطريقة غريبة شوية. هزا الشخص عايز يمتلكك. مش امتلك وحش. ولكن بص عايز يمسكك زي ما هو ماسك الحاجة كده. بص كل حاجة يمسكك. هو عايز يمسكك. لان انت مفيش حد بمسكك. انت لوحدك كده طاير. بصص بعيد ومش عايز حد يجي جنبك. او مهتمة اوي باعمالك وبشكلك محلوة اوي انت برجل اسد الفترة دي سواء رجل او اسد. محلوة يعني عملت حلاوة علينا. فهزا الشخص عايز يمتلكك باي صورة من الصور. سواء خطوبة زواج علاقة. لانه هو شايفك انت زي النجمة ستار. شايفك زي النجمة بالزبط. وبص حتى هنا لوحدك برضو. يعني زي ستار هنا شخص لوحده. وبردو هنا شخص لوحده. فممكن تكون انت حاليا مهتم بانجازاتك اوي. ومش مهتم بيها بس انت مهتم بيها ومحقق نجاحات. فهذا شخص مبهور بيك. فهو عايز يمتلكك. او يخلي مشاعره مستقرة. يقول هيلك مسلا يقولك انا معجب بيك. وعايز واحد اتنين تلاتة معيك عشان نبدأ اعلاقة مسلا. اه طيب. هو زعلان منك. لو زعلان منك زعلان لايه? ممكن يكون زعلان منك لانك موقف العلاقة. انت يا برج الاسد مهتم بانجازاتك المادية فقط. هو زعلان لان مفيش تساوي في هذه العلاقة. الشخص ده معجب بيك اعتقد وده بنسبة تسين في الماء. دي اه علاقة كراش. اه حد اه هو صرح لك بعجيب واعتقد بالفعل وقال لك انا مش اسيبك مسلا. خلاص بقى انا احبيتك ولايتك وانت ما زلت في مسلا عيش لوحدك. خلاص عادي. معجبين كتير يعني مجاتش على ده مسلا او مجاتش على دي. فهو شايفك ان انت معلق الموضوع بص برضو لوحدك. برضو لوحدك. يعني انت برضو لوحدك انا في الصورة. ومختار طريق تاني غير طريق الحب. مختار ان انت اه تسلك مسلا طريق النجاح الفلوس. اه تخلص دراستك او تخلصي كليتك. تخلصي شغلك. تترقف شغلك او تترقى انت او هي تترقى. والعلاقة بينكم مش متوازنة. مش عايز تدي بتاخد معاه. ممكن تكون مسلا ما بتردش عليه مسلا فترة فترة لا. بتتمل في العلاقة. فواز علام منك بانك معلق الموضوع لان تعرف تقرب ولا بتبعد. مرة بتدي. مرة ما تديش خالص. مرة تتكلم. مرة ما تتكلمش خالص. ارحم هذا الشخص يا بورج الاسد. ارحمه. ارحمه من من جبروتك. هو بورج الاسد بيحب يزبط نفسه على فكرة في العلاقات دي مش عاجة باشة. لكن هو بيحب لما يخش علاقة يحس كده ان اللي قدامه عايزه. ويتهافت عليه. طيب اه هو شايف العلاقة ازاي? شايف ان العلاقة دي علاقة جميلة قوي. وهي نقصها بس كباة واحدة ونجيب المقزول. والله لان بعد الورقة دي يتنقف كبس. اتنين متجاوزين. فهو عايزه الشخص انت بالنسبة له ستار. الامنية الغالية على قلبه. فهو لو العلاقة دي بتدت فهو قد حقق الامنية العاشرة بالنسبة لي. هو تقريبا ازاي شخص مستقر ماديا. واعماله كلها مستقرة. وعنده الشقة. ودهنها. وكل حاجة تمام. هو بس ناس ان انت العروسة تاخذ المفتاح وتخش الشقة. بس. او العريس دي خلاص يجي بقى يقرى الفتحة مع بابا وخلاص. فانت الامنية العشرة او انت الامنية العشرة. اه مش بقول لكم الكراءات بتاعت الكراش دي بحب بقى او بصراحة يعني. تظهر الكراءة كده في النص بحب بقى. طيب هو نيته الداخلية ايه هو عايز يشتغل معك في العلاقة. ومش عايز يبقى اه مثلا يعني ميكونش فيه اه ياخد ويدي معك. لا اه عايز عايز يشتغل في العلاقة هو مستعد انه يبزي المجهود عشان يلفت انتباهك. بس انا قبل ما اشوف الورقة دي انا عايز اعرف انت آآ ليه مش عايز ترتبط بيه. او مسلا مأجل الموضوع. هل انت اصلا معجب بيه او منجزب له. هل ينشوف. هنقفشها كبرج الاسد. والله يلاقى في شك. هل انت برج? كبرج الاسد كده لتشوف منجزب على هزا الشخص وعلى لا. اه والله انا خايف اكون مش منجزب له بس انت شكلك كده لا انت منجزب له. انت منجزب له وهو عجبك. على فكرة الشخص ده ترابي. او شخص بالفعل هو غني او شكله حلو وجذاب. ولكن انت عارف انت آآ آآ لو انت حد بيتفرج على برج الاسد وبرج الاسد بيعمل معك كده. برج الاسد معجب بيه جدا. وعلى فكرة عايز يديك يا كوباء. آآ بس برج الاسد بيعمل كده عشان يعني بيتدلع. انت ممكن تكون بتتدلع على هزا الشخص اللي هو خلاص بقى. آآ ما تبص كده يا عماد لا. آآ برج الاسد بيتدلع. انت يا برج الاسد بتتدلع الشخص ده هو عجبك جدا ودخل دماغك اوي. داخل دماغك اوي هذا الشخص. لو انت راجل فالبنت دي اخلى دماغك اوي. بس انت مش عايز تزهر له ده. يمكن في الوقت الحالي. او عايز تبايله انه اولا مش فاضي والله العلاقات خالص. تماما يعني. العلاقات دي اخر حاجة عندي بقى. ان تخطب امتى بقى ممكن تكون بتحب ان انت فيه فيه ناس تحب تمط في العلاقات. يعني مسلا الاعجاب ما ياخدش الا شهرين لا او ياخد تلاتة اربعة خمسة. بس هي علاقة جديدة يعني. وهو معجب بيك وانت كمان معجب بيك. بس مش عارفة انت بتعمل مع كده ليه? آآ طيب هو هيزهر لك ايه? هو هيزهر لك آآ ثري افوند. ده هيتخنق معك. ده هيجيب نس يتخنق معك كمان. لا 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 الشخص مش سهل خالص. طيب مش هيسيبك على فكرة. اه الهلمك يعني. بص انت 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 عامل له خرم في دماغه وهي برجل اسم. خرم. كبرياءك عامل للرجل او للبنت دي خرم في دماغك. بص مش عارف اناهم او مش عارفت اناهم. مش عارف يسيطر عليك. عايز يمسكك من حتة مش عارف. ناوي يعمل معاك ايه? هو ناوي آآ يحط النقط على الحروف. يعني هيجي في مرة يقولك آآ او انت عايز ايه? انت عايزني او مش عايزني? هو هيقف وقفة كده مع النفس. ويجي يقولك انت عايزني او مش عايزني? عايزني هدقى معاك. مش عايزني هنسحب والله يا ابن الحلالة انا رجل عندي شغلي عندي اولوياتي وعندي علاقاتي وحاجاتي كلها. انا والله عجبت بيك ودخلت البيت من بابه او من شباكه يعني. عتى لو في الدور الارضي ممكن يكون الشباك عادي من نخش منه يعني. مش موضوعنا مش موضوعنا. لكن هز الشخص هيقف يقولك آآ انت عايز ايه? عايزني اتقدم? ولا عايزني امشي ويصيب لك العلاقة خلص? هو ممكن تحدث مشدة ما بينكو لكن هتبقى كويسة وهتنتج بثمرة حلوة. يعني الشخص ده زي ما يكون هيخرج اللي جواك. احزر منه بابر جلاس. انت لو ما خب ان انت معجب بيه ممكن يخليك يوصلك لمرحلة ان انت تقوله انا معجب بيك. والله يمعجب بيك بس ما تمشيش. لان هو عايز يعرف حيات مشاعرك. عايز يفكك من الربطة دي. هتود بقى رابطلي بقى في الليلة دي مش مش هنخلص. فهي تخانق معاك بس اخناقة وهمية يعني مش خناعة حقيقية. هي اخناقة القصد منها خير. انه يعرف انا موضوعي ايه في العلاقة. ايه حياته ماشي ازاي? حياته ماشي بالميزان. ده الراجل ده او شخصية دي سواء بنت او ولد. هزو الشخص ميزان. حياته بالميزان. علاقاته اشياء كلها بالميزان. فهو كمان مختارك انت كمان بالميزان. يعني هو كمان يعني عينه وقعت عليك واختارك وعايزك. هتقبل يا برج الاسد ولا لا. تعالي نشوف طب نصيح تضطروليك. يمكن تكون خايف. بس انا حاسات بتتدلع. ما انتش واحد خايف يعني. شوف نصيحة تضطرول برج الاسد. مشاكلك خايف بقى وانا ظلمتك ولا ايه? انت خايف على فكرة من هذه العلاقة. وماشي ببطء وتكاد تكون مش ماشي اصلي. يعني تكاد تكون واقف على الحصان ومش ماشي. طب بص بقى برج الاسد. ان كنت خايف من هذا الشخص في هذا الشخص حقيقي جدا. بيحبك بيحبك. يتمنىك يتمنىك. عايز ايه? عايز علاقة جدية معك. فارجوك ما تظهرش اشياء عكسي ما بداخلك بمعنى. وانا هفضل اقولها هفضل اقولها طول عمري. يا جماعة ان كنتوا خايفين. قولوا انا خايف. قولوا انا خايف. ليه? ليه? عدم ازهار الحقيقة للطرف اللي معاك بيخليه يتوهم اشياء. يعني هو دلوقتي حاسس بانك متنك عليه. وان انت مراخيرك فوق ومش عايز ترتبط به. مع انك ممكن تكون شايفه هو كمان حد جميل جدا وعايز ترتبط به. خايف اقوله والله انا بخاف من العلاقات. بص انا بخاف من النهاية اثبت لي بقى ان النهاية تبقى حلوة. خليه بقى يجي بقى يشوف هي اثبت ازاي. بس هزي الشخص جد جدا. ومستعد ان يبني معك هزي العلاقة. فلو انت عتتنك عليه ارجوك توقف تماما عن هزي الحركات. طيب آآ العزاب من القادم في الطريقة? آآ في حد من الماضي يا برج الاسد وبيفكر فيك قوي. ممكن يكون برج العزراء. وممكن يكون برج مائي. آآ هو الحقيقة مش هقول قادم في الطريقة لان هنا واقف. هو واقف خالص. آآ بس لو آآ انت كعازب انفصلت عن حد. فهذا الشخص ندمان عليك قوي قوي قوي. ندمان عليك قوي. آآ هي جد كده بقى ان هو هو مش جاي. هو مش هيجي. لكن هو آآ قاعد لوحده كده. وآ بيراجع ذكريات العلاقة وقت الانفصال. وليه حصل اصلا الانفصال ما بينكه. آآ هل هو هيتقدم ولا لا اعتقد لا في الفترة دي بالتحديد. لان هو ندمان قوي 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 عليك. وماسك كباة بتاعته وآآ عمال يقول يا ترى هيرجع. يقدر يرجع ولا هو عايز يرجع. عايز يلف داره بص يبص على كبايتين ويجي لك. بس هو مش هيقدر. هو تعبان نفسيا على فكرة. آآ نكنن شخص ده. ليك ممكن يكون شخص ده ظهر لنا. عشان يجيب لك رسالة. هنشوف رسالة الشخص ده ليك ايه? لان هي كده. هو عايز يقول لك حاجة. المفاصلين يا جماعة. اول آآ عزالة بس ليهم معلاقة سابقة يا. يا الهربية ده تعبان قوي. ده عايز يقول لك انه زعلان فعلا. وآآ وآآ فرائك سبب له جرح في قلبه. لو في حد من برج العزراء او برج مائي حوض سرطان عقرب او اي برج مش مشكلة. آآ من الماضي انت يعني سايبه بقى لك فترة. لازالشخص مجروح قوي. وعايز يقول لك انه تعبان من غيرك قوي. قوي يعني. ونفسه يتقدم نحوك. لكنه شاعر بان خلاص كل شيء بخ. كل شيء انت. شوف انت هتعمل ايه برج الاسد طيب? لان الشخص ده تعبان قوي. قوي يعني. آآ عن الورقة دي كانت ازاي نميزه فهو ممكن يكون برجها زراء او تحركاته بطيئة شوية في العلاقية. شكرا لك يا برج الاسد. اتمنى تكون.